وخلال لقاء لوزير الخارجية أيمن الصفدي مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي أكد الجانبان ضرورة استمرار العمل المشترك لإيجاد آفاق جديدة لتحقيق السلام الصفدي قال في مؤتمر صحفي عقب اللقاء إن الأردن يثمن موقف الاتحاد الأوروبي المتمسك بالشرعية الدولية وحل الدولتين أساسا لحل القضية الفلسطينية مواقفنا دائما قريبة من بعضها البعض ننطلق من ذات الأرضية التي تستهدف حل الصراعات المنطقة المبنية على محاربة الإرهاب بكل أشكاله وثم تتعاون كبير في هذا المجال أيضا وأيضا على تقوية العلاقات الثنائية بكل مجالاتها بالطبع تحدثنا عن الشأن الإقلين والقضية الفلسطينية كما دائما كانت في مقدم ما تحدثنا عنه نحن نفمن موقف الاتحاد الأوروبي المتمسك بالشرعية الدولية وبحل الدولتين وفق الشرعية الدولية أساسا لحل الصراع ووضعت معالي في صورة التطورات الأخيرة من الموقف الثابت الذي اتخذه الأردن إذا كيفية التقدم نحو السلام الشامل العادل الذي نريده جميعا وأيضا اجتماع جامعة الدول العربية بالأمس وكما تعلموا فموقفنا هو الموقف الثابت الذي رسمه جلالة الملك بشكل واضح مواقفنا لا تتغير ولا تتبدل نحن نريد سلاما عادلا شاملا يلبي حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزير عام 1967 وفق حل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الذي اعتمده العرب وأكد العرب وأمس أيضا على أنه خيار استراتيجي لنا جميعا